منيت كرة السلة اللبنانية بصفعة قوية أمس إذ أفرزت انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد اللعبة استقطابا طائفيا غير مسبوق نتج عنه تركيب هاجينة لن يكتب لها النجاح دفعت خمسة أندية بارزة عمشيت وبيبلوس والرياض بيروت وهبس والمتحد في الدرجة الأولى إلى أعلان تعليق مشاركتها في البطولة ورفض أي علاقة بالهيئة الإدارية الجديدة إلى حين العودة إلى بنود مثاق الشرف الذي تعهد الجميع بتطبيقه وذلك بعد أن التأمت الجلسة التي عقدت في المركزي جوني وأفضت إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور روبار أبو عبد الله مخالفا للاتفاق الذي جاء في بيان الأكثرية والذي شرح لتفاصيل الاتفاق الذي حصل قبل الانتخابات وبمبادرة من نجل قائد الجيش جاد قهوجي الذي جمعهم مع مسؤول الرياضة في التيار الوطني الحر والذي تفاجأ الجميع بإقحامه كرة السلة بالزواريب السياسية والطائفية الضيقة وبعدها عقد اجتماع ثاني بدعوة من الدكتور شربل سليمان وضم كافة أندية الدرجة الأولى وانتهى الاجتماع إلى الالتزام الكامل باللائحة التوافقية المطروحة إلا أن الجميع فوجئ بتنصيب جهات سليم نفسه متكلما باسم الأندية وأعلن اللائحة غير المتفق عليها وفرضها على الجميع وبالتالي نقض الاتفاق وعليه قررت الأندية الخمسة تعليق الفوري لمشاركتها في البطولة ورفض أي علاقة باللجنة الإدارية كما أكدت أنها لن تعاوض نشاطها إلى حين العودة إلى الاتفاق كما دعت الجهات الرسمية